السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأعزاء في درس جديد يتعلق بمكوي الإملاء تنوين الأسماء المقصورة شرب الفتى ماء ملوثا فدخل المستشفى للعلاج لاحظ الجملة الثانية شرب فتى ماء ملوثا فدخل مستشفى للعلاج الأسماء المقصورة هي هذه التي تنتهي بألف مقصورة ما معنى التنوين؟ التنوين هي تكون عندها تنوين بالفتح أو تنوين بالضم أو تنوين بالكسر طفقنا هذا هو التنوين إذن نزول الألف ولم الكلمة ونجدل لها التنوين هذا هو التنوين لدينا الفتى فتى القاضي قاض المستشفى مستشفى فهمنا؟ هنا هذا اسم مقصور غير منون الفتى هذا اسم مقصور ولكن غير منون لأنه ما عندهش تنوين في الأخر وعنده ألف ولم لاحظ كيكتبونه بلول أحمر هذا هو الفرق هذا اسم مقصور منون بمعنى فيه التنوين فتى فيه التنوين هنا أنقلوا على اللوح وأكتبوا التنوين بالأحمر رافقت الغيمة فتى عندما زارت قرى في العطلة إذن هنا أضيف التنوين إلى كل كلمة مثل الهدى وهدى إذن هنا المرعى مرعا فهمنا؟ مرعا المرمى مرمن نعم مصطفى مصطفى العصى عصا نعم ثم هنا السؤال الموالي والآخر أحول الإسم المقصور غير المنون إلى إسم منون حرس الحارس مرمن حرس الحارس مرمن ثم رأيت الأفعى تدخل المرعى إذن نقول رأيت أفعى تدخل مرعى هنا ينظف الكناس مجرا من الأسباب الآن ننتقل إلى التمرير الموالي في التطبيقات الكتابية التطبيقات الكتابية عندنا السؤال الأول أحول كما في المثال عندنا مشى يمشي ما معنى؟ هذا الفعل في الماضي حولناه للمضارع إذن جنى يجني يجني دعا يدعو يعلو على يمشي إذن هنا كان في المضارع رديناه للماضي إذن يمشي لأصل دياله ما شاء غنكتبوه بألف مقصورة أو ممدودة هنا يكن اليأ في المضارع إذن غنكتبوه بألف مقصورة ما شاء يرمي أيضا سلا باليأ إذن غنقلوه يرمي تفقنا ثم أصرف الفعل سقى بحسب الجدول يسقي في المضارع إذن أنا أسقي أنت تسقي نحن نسقي أنتم تسقون نعم ثم أختار من كل مجموعة كلمة وأركب جملة تبدأ بفعل المضارع نعم أختار كل كلمة من كل مجموعة أركب واحد الجملة كذا بدأ بواحد فعل مضارع إذن الأفعال هنا هنا يدعو يقذف ويخشى إذن نبدأ بيدعو من يدعو هل قط هل لعب هل المؤذن إذن المؤذن لماذا يدعو المؤذن هل الكلب أم الكرة أم للصلاة إذن للصلاة ثم يقذف من يقذف القط أم اللاعب إذن اللاعب ماذا يقذف اللاعب هل الكلب أم الكرة إذن يقذف الكرة ثم الجملة الأخيرة بقى أن يخشى القط ماذا يخشى القط الكلب الآن أحاكي الأسلوب الآتي كم هو رائع هذا البحر وكم هي كثيرة أسماكه نعم كم هو رائع هذا الجبل وكم هي كثيرة أشجاره الآن أضع علامة أمام الكلمات التي لا تنتمي إلى مجال الماء الراكد الخشن إذن الخشن ليس من صفة الماء العذب المنبع الترعة نعم الترعة هو المكان الذي يسئل فيه الماء نعم العاكر الصلب الجدول الخرير واللين نعم انشاء الله